ازاي يقوم? عاملين ايه? اهلا بكم في قناتكم قناتي بميتوين ومع فيديو جديد ومع منصة الجو تانسكرايب. وده منصة بتكون بعملية التفير الصوتي للملفات. وبتبط حوالي ستين سنت في الديئة الوحدة. هتدأ في هذه منصة بالعمل بمئة دولار. ومع اتفاع تقليمك هتصل الى خمسمية او ستة مية. وقد تصل الى الالف دولار في بعض الاحيان. وطبعا بالنسبة لها هذه المنصة. فالدفع بيكون على حساب البيبال او البيونير. وده كل يوم جمعة بيتم تحويل الحساب الفلوس على حسابك تلقائيا. وعلشان تشتغل على زين منصة. لازم تعدي امتحان القبول. امتحان القبول. هنساعدك بالتسعين في المية انك تكتهز هذا الامتحان وانت عليك العشرة في المية ان انت تكتهد وتعمل بسيط وتشارك على القواعد والاخطاء الموجودة في النص اللي انا هدغو لك. تماما اغاليا هتبقى نسبته بتكون بسيطة جدا. ولكن ما تحاولش انك تعمل لانك مش هتنجح في الامتحان. اه فهنيجي الامتحان بيتكون من جزئين. الشيقة الاولانية الامسي كيو. الشيقة التانية الملف الصوتي. لو جينا الى الامسي كيو. تعالوا نحل كده الاسئلة مع بعض. السؤال الاولاني بيقول لك اي هاف نقط اند نقط اي هاف بوان دولار عند عشرة بيتش جنين سليني. طبعا الاعقام من واحد الى تسعة بتتكتب. من بعد كده عددين. يعني من اول عشرة هون طالع تكتب. دي القادة بتقول كده. او ايما تكتبها وان دولار. ايما تكتبها وان دولار وعشرة جنيه سليني بهذا الشكل. ايما تكتبها وان دي هتتكتب وان. ولكن الارقامين هتتكتب زي ما هي هتبقى العشرة. يبقى العشرة بيتش باوند. وان دولار. فطيب الاجابة هي الايه? والدي هي الاجابة الصحيحة. نرجي للسؤال التاني. بيقول لك اسمها فيلينس. دوت هاز هوند كزا. اه اعدادهم مختلفة جدا. عندهم سبعة تلاثمائة سبعة سبعة ستعة عشرين الف عادة مختلفة. او اعدة سبتة بتبقى فيه بلد دي. طب دي ايه عاصمة لوتينيا. البلد دي هي عاصمة لوتينيا. فطبعا اه اه فيليونس. طبعا نحط اه كامرة. وبعد كده از كابتل اوف لوتينيا. فبعد كده احط القامر لانه في جوانات تانية بعد كده. وهاز اريد اه سبعمائة تلاتة عاشرين الف برمانت انهابلس. اللي هي عادات بتكون سبتة. فالإجابة هتبقى. البي. اه هار تو نوت ساعجي نيك نبورز الان اذا ابرز. لو فيتركه في إذا اسمه في الفيديو يا بشا ستكتبها اهتمام للكده كلمة بوس بالكابتل وطبعا داخل العقواس الزمنية وافتح العقواس الزمنية فتبع الإجابة هي D Second, السؤال الأبعة يقولك اي نقطة اكتبها اي اي جيد السؤال الخامس يقولك سؤال الخامس ستكون الإجابة هي ستكون الإجابة هي طبعا بعد كده ستكون الإجابة هي طبعا لواحد ضحك يعني معناك كلام لواحد ضحك ومش من المتحدث فدي الكتب في سطر بيكون منفصل بمجهودك أنك تعمل ترجمة أو تفيق صوت اللي مرفض بمجهودك بدون وصالها من حد وبدون أنك تسمع أي قناوات على اليوتيوب وهو ده الصح للعمل في هذه المواقع أنك تعتمد على نفسك في كل شيء بالنسبة 100% فطبعا نحن نعمله غلط يعني تماما ولكن علينا أن نحن هذه ساعة إجابة هي إجابة هي بعد كده كما تسمعها هتبقى هتبقى الإجابة هي بداية الجملة بتكون وبعد كده حط الضت وبداية الجملة التانية بتكون وانهي الجملة بكلمة الضت وبعد كده هتبقى إجابة كلها تكون سليمة وبالتالي تعود لنعود تانية إلى الامتحان يبقى ده 50% من الامتحان الي هو الامسي كيو وخمسين في المية من الملاف صوتي احنا كده اخدنا 50% من حل الامتحان الي هو الامسي كيو يبقى ايها في نوعات اي بقى إجابة هي السؤال الثاني هي تلتة هي 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 وبعد كده هنقول على كلمة ما بعدك إجابتك مية في المية هيحولك للشركة التانية من الامتحان وهو امتحان الملف الصوتي نقاتل بعد كده الامتحان الملف الصوتي لازم نكتكتب كل الكلام بإيه دك ما تعملش كوبا بيست عشان يبقى عندهم اللي انت مش شغال بأي وسيلة من وصائل وزي منصة زي سونيك زي منصة زي الاوتر اي منصة منهم تستخدمهم وانا عن نفسي في الفيديوهات او في التسكات باستخدم منصة السونيك وباستخدم منصة الاوتر باستخدم الاتنين مع بعض تمام قبل بقى منشوف بقى الاخطاء الكتابية ونشوف ايه هي المشاكل الموجودة عندنا انا بستخدم المنصتين دول مع بعض لنفس الملف وبشيك عليهم يعني الاتنين دول دي في مميزات وده في مميزات والاتنين بيكملوا بعض منصة السونيك والاوتر اللي عملنا بيها اغلب فيديوهات لها السابقة طيب هنيجي هنا بعد كده الى امتحان الملف الصوتي كليك كايمين على الملف وبتعمل انا بس الحامل داونلود ما تحاولش انك تعمل داونلود في الامتحان علشان ما يبانش عندهم اللي انت بتحمل الملف وما بتشغلوش انك لازم تشغله ولازم تسخدم لو فيه صوت او دوش او كده استخدمها في زي فيه جمل بالذات وبعد كده لازم تكتب كل شيء ما تعملش كوبا بيست متخدش النص اللي انا سيبهه لكوبا بيست للملف اللي انت حملته عشان اللصة دي اعملها تفريق صوت لهذا الملف بعد كده استليتي الكمبيوتر تماما توقع الملف اللي حاطينه على ديسك طوب آآ جينا الى ديسك طوب ههو ملف قدامنا ههو فتحنا الملف فابتده هو يحمل او يعمل داونلود او ابلود في الاول لهذا الملف الملف طبعا امسحته اربعة ميجا تمام يعني حسب قوة النيت عندك خلينا كده مشير معا للنهاية كده خلاص مية في مية وبعد كده لك اللغة الانجليزية في اللغة التانية او دا اللغة المتحدث بيها خلي بالك ايه اللغة الانجليزية بعد كده اضغط عليها وبعد كده نستنى عما يكون ان هو يخلص فبهم هنا بيبيرنج بقولك انا بجهز ملف هو اللي يكون جاهز لعملية من التفريغ الصوتي هنوقف الفيديو ديقتين كده عما يخلص عشان ما نطولش عليكم الوقت اضغط عليها ناعدة من جديد وكده خلص او انا اعمل تانسكايب كده خلاص انا نضغط على الملف كده مع بعض كده يفتدى لك صفحة جديدة وصفحة جديدة هيبقى فيها الملف الصوتي والتفريغ الصوتي ويقال لك في عشرين كلمة يعني النطق بتاعهم مش تمام وثامنة كلمات يعني ايه ضعيفة جدا في النطق وخمسة وتسعين في المية وحداشرة في المية المتأكدين بنسبة مية في المية وبالتالي لازم ان انت بقولك الخمسة في المية اللي بتاعتك انت يعني انا هديك خمسة ومية اللي بتاعتك انت اا تماما نقول له خلاص من كده مش مشكلة نعود ثاني الى المناصر بتاعتنا وتعالوا نسمع كده مع بعض كده ونقع الصوت 100% الاول ونسمع مع بعض نشوف الوضع ايه إخفارات ما نقع الصوت 100% الاول ونسمع مع بعض المناصر صوت 100% الاول المساعدة في مستخزن عالية إيقافة ترميزية حتى هاتفة مستخزن من 200 لحمة فقط كبير مستخزن كان المستخزن من السكتين في مستخزن وقدقه مستخزن ثابت مستخزن من 3 إلى 3 1 2 إذا تعالي قد نحن تحديث على ستخزنة تتخزن إذن تعالي عطفات أنت أقل أن تبع تعالي أن ما هي العنية ؟ حينما ما هي مصدر أي مصدر مصدر بسم وإنهاء السمولة أقل إليه مصدر 2,150.42 عدد أو 35,245.38 عدد سمتر مصدر أي مصدر مصدر المتعلق مصدر مصدر بسم سنغطر فشل من الفيث سنحن إلى 1824 مصدر بسم مصدر أقل من سنة مصدر بسم مصدر سبيت سلطانل نهاتف مج pill dealing with soONA على كمسل الالتين سلطان سلطانيا بل كمسل contamination 200 سوال vocês ب acumشهاد كمسل البل أنظم بل كمسل الى الأحد التين irk و respective سلطان لدي following المشهاد في صورت المpp هنا أپنين خطاما فيناف cone بل كمسل الالتين مجر chercher ألاف menyмет This audio is used for the transcriber test by GoTranscript A popular construction for automatic bucket hoists is that shown in the accompanying illustrations But let me describe them for you in case you can't see them The bucket is held upright by guides at its front and rear edges To dump it out, a section of the front guide is removed at the desired dumping cord Which allows the bucket to overturn as shown موسيقى موسيقى This audio is used for the transcriber test on GoTranscript. Want to know the secret to good concrete? Well, after the selection of good materials, thorough mixing and hard tamping are key. Each batch of concrete, consisting of about 1.2 cubic yards, has to be turned in the mixer for not less than 2 minutes at the rate of 9 revolutions per minute. The amount of tamping is indicated by the fact that about 9 men out of 52 on each shift did nothing but tamp. A common mistake too many worksites make is to assume that the volume of concrete produced is equal to the quantity of sand plus the gravel as indicated in the proportion. Sometimes the sand lodges in the voids between the pebbles. If 6 cubic yards of concrete are desired, 9 times out of 10, it will be necessary to use 2.7 cubic yards of sand and 5.34 cubic yards of gravel. This audio is used for the transcriber test on code transcripts. the link to the text. The answer to the text is to indicate the link, according to the text. Then select the text, the description box. And then elicit the text in magee. After that you select the link. And if you want to share the link. And it will not be a good link. Then you will have to execute the information below the search, and the text also mail it isQUEEZO. And at the end of the time, you will see the text link in the description box. After that, you will have to submit the text box from the text box. شكرا